وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصرية أكد عدد من النواب أن الصناعة تمثل حاليا قوة كبيرة للاقتصاد المصري لفتنا إلى أن هناك إرادة سياسية لتوطين الصناعة بمصر نهاردة كنا مقدمين طلب منقشة عامة عن أهمية توطين الصناعة والاستغل الأمثل للمجمعات الصناعية الحالية ويمكن ده جاي من الإرادة السياسية لقيادة السياسية المضي قدما في توطين الصناعة وده ما بقاش رفاهية بسبب التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية وإحنا محتاجين نقلل لستة وفاتورة الواردات وده حيوفر فرص عمل اتكلمنا مع وزيرة الصناعة في أهمية تيسير الإجراءات اللي بتاخد ثلاث شهور في هيئة تنمية الصناعة وتفعيل دور الشباك الواحد وتوفير المرافق للمجمعات الصناعية الموجودة بالفعل عشان نقدر نرفع نسبة الإشغال ونحق توطين الصناعة بجد في مصر الصناعة في مصر محتاجينها محتاجينها هي القوة الأساسية للاقتصادنا والاحتياجنا الاقتصادي وتمنى أننا نتمنى أن دخلنا واقتصادنا يبقى من جوة صنعتنا أنا بتمنى أن يكون في صناعة للآلات الزراعية صناعة للسيارات المصرية دي لأفريقيا كلها نحن البوابة الأساسية لأفريقيا لا بد يكون عندنا الصناعات اللي نقدر نقضي بها أفريقيا